اشتركوا في القناة وتنطبق الارقام التقريبية المذكورة على التوائم الثنائية كذلك حيث يقارب وزن وطول كل جنين منهما في الشهر السابع ما ذكرناه وينقسم الشهر السابع الى اربعة اسابيع تبدأ من الاسبوع السامن والعشرون من الحمل في هذا الاسبوع من المتوقع ان تكون اكفان الجنين قد اكتملت كما تبدو عينيه مفتوحتين بشكل جزئي يأتي بعده الاسبوع التاسع والعشرون في هذا الاسبوع من المتوقع ان تشعر الحامل براكلات الجنين وبانه قد اصبح قادرا على مد جسمه واعترافه يأتي بعده الاسبوع السلاثون من الحمل في هذا الاسبوع من المتوقع ان يصبح بمقدور الجنين فتح عينيه بشكل كامل كما قد يكون شعر رأس الجنين قد ظهر وغطى فروة الرأس يأتي بعده الاسبوع الواحد والسلاثون في هذا الاسبوع من المتوقع ان يكون نمو اعضاء واجهزة الجنين قد قارب على الاكتمال ليبدأ بعد ذلك باكتساب الوزن بشكل سريع نسبيا وإليكم قائمة باهم الاعراض التي قد تظهر على بعض الحوامل خلال الشهر السابع من الحمل اولا صعوبة في المشي غالبا ما تعز لتزايد الضغط الناتج عن ثق البطن الحامل على اعضائها الداخلية خصوصا المثانة ثانيا تقلبات مزاجية قد تكون حادة ثالثا ألم في منطقة اسفل الظهر رابعا تشنجات والام في البطن خامسا الاصابة بما يسمى قناع الحمل ثالثا احتقان الانف سابعا البواسير ثامنا الصداع تاسعا اضطرابات هضمية مثل النفخ والغازات والامساك وعسر الهضم عشرا تورم الكاحلين والقلمين 11 كسرة التبول 12 اضطرابات في النوم كما يكون لدى الحامل ارهاق وتعب مستمر ويبدأ المخاضر كاذب أو ما يسمى بانقباضات بيركستون هيكس كما تظهر علامات تمدد الجلد بشكل أكثر وضوحا كما تشعر المرأة وكأنها بدأت بفقدان السيطرة على مساناتها وعملية التبول كما تبدأ خروج افرازات مختلفة من حلمات السدي اشتركوا في القناة